موسيقى موسيقى في شوارع المحلة يا ما ظهر مواهب ويا ما تقلق نجوم من 56 سنة ناشئ صغير قرر يكون حارس مرمى غزل المحلة دخل قلعة الفلاحين وعمره 13 سنة علشان يكون واحد من النجوم الكبار في الناد الكبير نجمنا النهاردة الكابتن عبدالسطار علي حارس مرمى غزل المحلة في السبعينات واللي لعب مع نجوم وأساطير زي السياجي والشناوي والسعيد عبدالجواد وعبدالرحيم خليل وعماشة وحمامة وحنفه ليل وعمر عبدالله وعبدالدايم ونجوم تانية كتير عبدالسطار علي اللي عشق الصفارة من صغره وأصبح حكم لكرة القدم وهو لسه لاعب واستمر في التحكيم 25 سنة كاملة منهم 8 سنين بالشارة الدولية وعاصر علامات ورموز في التحكيم المصري في رد الجميل بنزور الكابتن الكبير عبدالسطار علي علشان نقوله شكراً على المشوار الطويل يا دي النور يا بوكباتر أهلاً ده ايه النور ده كابتن عبدالسطار المحلة نورت ربنا خليت منورة بأهلها والله أزاي كابتن عبدالسطار الحمد لله حبيبي وحيشنا كتير يا بوكباتر كل سنة وحقق طيب وانت بقى الف ساعة سلامة يا كابتن أخبارك ايه وصحيحة الأخبار هي الحمد لله الحمد لله الحمد لله نورين المحلة ربنا خليك يا كابتن كابتن عبدالسطار علي واحد من نجوم المحلة العظماء وكمان يعني أحد رموز التحكيم كمان من اللامة في مجال التحكيم وكان لعب أو حارس مرمى عظيم جداً جنالك هنا بقى في بيتك يعني في استاذ غزل المحلة الاستاذ التاريخي اللي شاهد يعني على بطولات الجيل العظيم الله يكريم يا كابتن عزامة وشرف للمحلة كلها وشرف لنادي غزل المحلة وشرف لها شخصياً مع إنسان جميل إنسان محترم إنسان ساب ذكرى طيبة كابتن عزامة حسني ربنا خليك يا كابتن ويعني كل اللي أنا نظر أقوله إن النادي الأهلي هو الأخ الأكبر لغزل المحلة والأكبر في أفريقيا وشرف لنا في كل حتة كنا من رحها في أفريقيا أو في أي دولة قولك أهل كلاب أهل كلاب فديت حاجة يعني جميلة تلعبتوا بقى في أفريقيا طبعاً وهنتكلم عن الفترة التاريخية في السبعينات للمحلة وفي حاجة جميلة كمان يعني قبل ما تذكرها آآ ضياحة احنا أول ما تشلينا في أفريقيا كان مع الهلال السوداني في مودرمان آآ خارطوم وآآ السيد محمد الحبيب رحمة الله عليه رئيس النادي أيوا التاريخي اللي نادي غزل المحلة واللي إحنا كلنا أبنائه آآ تكلم السادة الفريق مرتاجي رئيس النادي الأهلي رحمة الله عليه في الوقت ده آآ وقال له السادة الفريق آآ إحنا هنلعب على الأضواء في أمودرمان وعايزين نمرن العيال تمرينة ولا حاجة على ملعب الأهلي الملعب مختار التيتش ملعب مختار التيتش آآ قال له آآ محمد بيه تعالوا وثلاث تمرين كمان مش تمرينة واحدة مش تمرينة واحدة فتحلكوا ملعبوا علشان تتمرنوا في استعدادا للهلال للسوداني روحنا بقى النادي الأهلي رحمة الله عليه كابتن الكبير آآ كابتن ماصر كابتن صالح سليم كمدير الكورة آآ استقبلكوا استقبال أي استقبال وبعدين خلاص داخلين نلبس آآ كابتن آآ هم لغوا التمدين هل ي نزلين معلومة مش متعودين على الحياة دي آآ إحنا متعودين على ملعب غزن المحلة ده آآ يترش قبل الموتش بيوم لا لأن الأرض هنا الأرض هنا طينية أصلا مقطرية آآ والله يدي له الصحة كابن عبدال أبو جريشة آآ يوم اعتزال مطش السياجي هنا في 79 آآ قال له السياجي حز يبطل وهو في العب المحلة ده الأرض دي الواحد بينام عليها بيروح في النوم آآ حقيقة ملعب حيل ملعب حيل ملعب حيل ملعب حيل آآ لما ناس مبقى الناس نصالح سين الملعب لقينا الفرق آآ لقينا الفرق طبعا نحن مزدين أول ما زلنا بقى كالأيبة بقى نشوف الملعب آآ طبعا الملعب كان ناشف شوية بتاع النادي الأهلي آآ يعني بالنسبة للمرغز المحلة في الوقت ده آآ 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 انت خرامي المفروض تبطى الكورة بعد سنة سين ثلاثة في الملعب ده الملعب كان ناشف آآ قال لي يعني انت بتحسد بتحسدين عشان يعني انت ملعبكو كويس الواحد اما كان يجيب انتخب مصر يا كابتنان حسن إنه يتمرم آآ مش عايزين تطلعوا الملعب آآ العلاقة كانت طيبة نحلة والأهلي وكل الأندية في الوقت ده وكل الأندية والنادي الزمالك ونادي الإسماعيلي كان أيامها نادي إسماعيلي بقى هو وطن أفريقيا آآ وإحنا دخلنا بعد النبرة 2 يعني النادي إسماعيلي هو أول نادي مصري دخل في المجال الأفريقي وخضر بطولة سنة سبعين تسعة ستين سبعين آآ إحنا لعبنا النهائي سنة أربعة وسبعين هنحكي دلوقتي في كل التاريخ العظيم ده بس بداياتك كابتن عبدالسطار موليد المحلة طبعا آآ آآ بدت في الشارع طبعا آآ مثلا وأنا عندي أربع خمس ست سنين أيوة فرقة مثلا عندهم 15 سنة اللي هما بقى في 3 أعداد و3 سنة تلعب عانت معك بار وانا لسه ما دخلتش ابتدائي آآ يقولك عبدالسطار جوني يلعب معنا جوني فأجي في مرة رلت المغلة أنا مش هلعب جوني طلع برقاله هتا هل سلعب لاعب آآ يقولي يطلع برقاله يعني أنت هتلعب عشان تجون آآ ميشت على كده وفرد كده يعني كان الإحساسي بحرص المرمى آآ مولود بيها آآ مولود بيها وطبعا لما جيت ألعب بقى على ملعب نجيلة آآ إبداع بقى كل وطلع كل وطلع لدرجة أننا خلص 16 سنة خدنا بطول بحري 16 سنة آآ كغزة المحلة وبحري كان أيامها يا كابتن وسامة منص مصر يعني سبع محافظات من أول كده دوميات ده أهلية كفر الشيخ الغربية المنوفية آآ بحيرة شرقية آآ أنت بتقابل عنديها كتير في الطب البحر آآ وعنديها كلها بطولية يعني مش يعني إحنا ومتش المنصورة بقى الجيل بتاعنا بتاع السبعينات آآ سطوحي وآآ في المنصورة آآ سطوحي وبدير وبدير كاسنتر هاف رائع آآ وآآ سعد صليط الله أرحمه كان سعد صليط كان من المواهب العظيمة أفاكر أول مكافأة خدتها من المحلة من غز المحلة وانت ناشئ صغير أنا كان مرتابي سنة موسم 67-68 كان 80 قرش في الشهر من غز المحل من غز المحل وكدت 80 قرش ديه كانت بالنسبة لي 8 مليون جنيه كان مبلغ مش حكيت بقى مبلغ أن أول مرة فلوس تدخلي مش من أبويا آآ فكان دخلة عيد فبنسلم على ولدنا وبنسلم على جدنا كان موجود رحمة الله عليهم كلهم فبيدوني عدية فقلت الأبويا لا يا بر خلص أنا بعيد ميت باكسل أنا فلوس الوقت خلاص آآ أبويا ضحك فراع بقى الجد بس لنا عني بو بوس إيده وبيديني 5 ساق العدية كان عند 4 سنة في الوقت دا جد قال لي لا إذا كان أبوك سابك فأنا هقلع الجزمة اللي في رجلي لم أزو هضربك ديها مش هتكبر علينا يعني حضر يا جد وخدت الخمسة ساق وقتها عمضرت لا تاريخ ما يتنساش تاريخ ما يتنساش والله طيب كابتر عبدالسطار علي لما كنت آآ بتلعب في الشارع مين اللي شافك علشان يجيبك غزل المحلة ومين صاحب الفضل تعالى بقى نقعد بقى ونكمل حكاياتنا الحلوة وذكريتنا الحلوة اتفضل يا ابو كابتر اتفضل يا كابتر اتفضل يا كابتر اتفضل يا كابتر اتفضل يا كابتر أنت بسطار حقك؟ فاكر لما كنت بتلعب في الشارع آآ من اللي اختارك علشان يجيبك نشين غزل محلة؟ اسمي أحمد رحيم طبعا يعني ده واحد من تاريخ غز المحلة من الجيل الأول جيل الثلاثينات والأربعينات والخمسينات كابتن عزة الملكي ده بقى اللي جاب السياجي وسر عبد الجواد محسن النحريري كل نجوم غز المحلة في الوقت ده أبناء للكابتن عزة الملكي اللي كان ماسك فريق 16 سنة وده أول واحد عامل مدرسة الكورة هنا في غز المحلة؟ عامل مدرسة الكورة وكانت دي حاجة جديدة عن المحلة اللي يبقى فيها شبل أقال من 15 سنة أيوه وأنا عليها الشرف إن أنا كنت أحد الأطفال اللي موجودين اللي بيجيبوا الكورة من وراء كابتن خرشة ومقعدش وراء أي حد يعني مقعدش الأقال والمحلة هنا كل الزمال يتخنقوا من اللي هيقعد وراء كابتن عادل هيك أنا كنت اللي هيجي نحيتي كابتن خرشة مش هسيبه أنت مختص توعد وراء كابتن خرشة كان حارس عظيب كانت كورة اللي تطلع برك وتطير عليها وامسكها مش مكنت أجري وراء ويجيبها لا أطير كابتن خرشة رحمة الله عليه كان حارس عظيب حاجة حاجة أوليبيات توكيو كان هو حارس مصر وقتها وخد يعني أفضل تاني حارس في الأوليبيات ويعتبر أحسن تاني حارس في العالم كان الحارس الأول بنكس أيوه لا ياشين ياشين روسيا لأن الدولات الأولمبية كانت أيامها بيشتركوا باللعيبة اللي هم مش محترفين فما كانش فيه احتراف في روسيا تحت سوفيرتي اللي إحنا روحنا في سنة 72 ولايبنا أربع مطشاط هناك وكانوا أربع علا جينا خدنا الدور بيهم المحادش يعرفها يعني كابتن عزت شافني بنلعب أنا وأحمد شعراوي وعمر عبد الله ولعيبة برضو دخلت النادي بس ما كملوش في أرض في حي سبع بنات اللي أنا موجود فيه ورايبنا ورا الشركة يعني في ظاهري كده على طول آه في الخمس ده يبقى في الملعب هنا فهو مروح ملعب لازم يعدي من الحتة دي يقف كل يوم يتفرق على اللعيبة الصغيرة الولاد الصغيرة تلعى في الشارع كان الأحمد شعراوي كان أكبر مننا بتلس سنين شوية بس ده كان مطش يبدأ مثلا من الساعة خمسة لغاية الساعة تمانية واسمه أرض الشجر الشجر من ناحية دي ومن ناحية دي طول النهار الملعب دم فيه الشمس فده كان متعة لوحدها وأسفلت فكنت كل يوم لازم أروح البيت أكل علقة تمام لأ من الدم اللي نازل من يركبه ومن كوعي ومن جلف بتاع اللجوان من اللجناب مفيش نجيلة بقى ولا الملعب الحلو مفيش الكلام ده وقير واعمل وانسة نفسي وفرحان إن أنا أصغر واحد بيلعب مع ناس أكبر مني بأربع خمس سنين لغاية ما شافني قال لي تجيلة بكرة الملعب الساعة واحدة الظهر وقول له فين يا كابتن وقول للملعب مفيش غيره في المحلة في الوقت ده يعني وقول للملعب يلا وقول للملعب هي يا كابتن وقول للملعب تدريب في غاز المحلة أه طيب في يوم كنت حاضر تمرين المحلة هنا وقعدين في الدرجة الثانية شمال هناك أه فكابتن عادل أحمد رحمة الله عليه كان برضو منج لفت محلة ومنطخب مصر في دور الجاكرتا اتنين وستين فكانت رجله دي عبارة عن مدفع المدفع جبار يعني الشمال دي الشولة دي فحصل إن الكابتن عادل طالع في يوم من التمرين أه وأنا واقف في البرة بنلعب كرة عند الساعة كده حتة النجيلة دي كلها كنا مترطبيين في الحتة دي فأنا واقف في زماية اللي بيشوتوا علينا فهو عجبه المنظر قال وحاتة الكرة هو الودة عام الجون قال وراح عامل كده وراح حاطة طالف الزاوية التانية فحاس إن أنا زعلت قوي أنا كان عندي مثلا عشرة حداشرة سنة في الوقت ده فحاس إن أنا زعلان كده فأنا هاتة الكرة هاتة الكرة وراح إيه قال لي إيه وراح مدين بس جامدة طرت جبتها أه يا حضن وبسني وشعر إيه دي كانت كفاية خلاص إن طبعت علي غزة المحلة أيوان كابتن عادل أحمد نجم النجوم طبعا 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 أنا موسم 727-730 أنا كنت احتياطي يا له ده الموسم يخلنا فيه دولي بالغز المحلة أخد فيه الدول بدأنا الموسم الجديد 53-74 كابتن فؤاد بخيط رحمة الله عليه حارص المنمى اللي كان أساس في سنتها هو كان الأساسي أصلى كابتن محمد ببيل Moore الله و الله يرحم الله أحمد فكابتن ضروف معينة كابتن فؤاد إليس لعب أول ماتش كسبنا القناة في م Pronعبانها أول مباراة كمّل هو بعد كده؟ كمّل الـ 22 مباراة الـ 22 مباراة وكان الاحتياطي بقى كابتن بشلوي وبعدين كان هو أيامها بيذاكر سنوية عامة كابتن عبدالسطارة علي كنت أنا الثالث وكنت بتدخل برضو في مطشط كتير الحارس الثاني في الدوري 72-72 كنت احتياطي في مطشط حوالي 5 مصر أصعب لحظاتي الدوري ده والدوري ده يعني من أحلى العلامات الموجودة في غز المحل آه المطشط اللي كنت بتعملوا حسابها وأصعب المطشط أنا عايز برضو الكواليس في الدوري ده علشان لأجال اللي جاية تعرف يعني المطولة الغالية إن فريق زي غز المحل حقق الدوري في السبعينات أكيد كان جيل عظيم إحنا 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 المعلومة اللي هقولها ليه إحنا خدنا الدوري؟ أيوة لأن إحنا الفريق الوحيد اللي ما بطلتش من 67 لغالي 72 فضله محافظين على قوام الفريق على قوام الفريق الكبير اللي كان تخطى مثلا 27 28 سنة بطلوا آه وبدأ لأسيس محمد حبيبي يحط السياسة والستراتيجية على إن لما يرجع الدوري يبقى الفرقة كلها شباب آه وضل حصل آه يعني كان مثلا أكبر واحد في الفرقة كان الكابتن بروح حسين لما رجع الدوري كان هو كابتن فريق وراه كابتن سياجي وكابتن حمامة آه كان الكابتن حمامة 26 سنة وإحنا بنتكلم والساعة التاريخية بقى بتاعت المحلة بترن دلوقتي آه وإحنا ورانا كمان الأربع أولى بتوع المحلة لما كانت الفرقة في دوري 72 تاتا سعود يجي تلعبكوا هنا تسمع صوت الساعة وتشوف الأولى هو في المطشاط ما كانش بتسمع آه لأن كان فيه الملعب ده بيأخذ أيوه رسمي 25 ألف مودة فرق ما كانش فيه مكان لقدم في وقت المطشاط يعدي الأربعين آه الأولى اللي الأربعة دولة آه فيها سلالم آه في النص كده آه على الجناب دي كلها تبقى عمال الشركة ومدرون الشركة عاديين نتحرك على الأولى اللي دي الغاد رتفاع 100 متر فوقها لـ 50 متر وعلا 60 متر آه الأعلام الصور بتاع المدرج كله زي لما تشوف الأستاذ الكاهرة ناس أعدى اللي إسماعيل وإنجربيل فوق أيوه ناس أعدى على براج الكهرباء عصور آه براج الكهرباء بعدية من 75 آه الناس كانت بيطلعة تقعد فوق الكشفات يعني منظر يرعب بس الناس عايزة يعني ماتت فجأة كده المحلة باطل الدوري؟ لا ده حلم ما كانش حد يحلم به يعني أول حاجة سبب تتوكب الدوري 72-73 جمهور المحلة اللي كان بيملى الأستاذ هنا طبعاً 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 وبرّ الملعب كمان برّ كانوا معاكوا برّ في مرشات برّ المحلة في سنة الدوري بالذات وبعد كانوا خدنا الدوري خلاص بقى بقى لنا جمهور في إسكندرية لنا جمهور في الإسماعيلية وحديث جميلة أصعب المتشط في دوري 72-73 والمواقف الحلوى وطبعاً نمرأ واحد أهل وزمالك أيها بتعمله حساب لأهل وزمالك وإسماعيل لأن الإسماعيلي كان لسه بطل أفريقيا وكان لسه صح النكسة أسّرت أسّرت كتير 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 يعني أنا فاكر لما خدنا بطول البحري روحنا نلعب مباراة مع النادي الأهلي تحت 20 سنة وأنا كنت الحارس المرمى على الأضواء كان حارس المرمى يوميا كابتن حسن جعفر الله يرحمه الله يرحمه كان لما أفتكر يعني كابتن شريف مذكور كابتن علي علي زيور حسن حمدي أبعزيز عبد الشافي برهيم عبد الصمت كان الناشئ المصر كلها بتتكلم عليه لأنه ولاية منتخب مصر هظمني في 72 احنا كنا هظمني زي 70 أو حاجة زي كده فرقة جبارة يعني كابتن الكبير طبعاً بتاعنا كابتن صالح سليم يعني أنا طبعاً يعني مش أنا اللي أتكلم على صالح سليم ولكن ده كان جيلي الأهلي وقته كان جيلي الأهلي اللي هو كانت كابتن شيربيني اسمه الألفة ايو عشان كامل وبقيت اللعيبة التلاميذ ايو عشان كامل اللي هما بقى كابتن حسن حمدي كابتن كابتن عصام عبد المنعم بس عشان المطش ده تحت 20 سنة فكان كابتن عصام 25 سنة 26 سنة كابتن شيربيني كان 26 27 حاجة زي كده طب فاكر أخر مباراة أخر مباراة في دورة 72-73 تلعبت كان بلاستيك في القاهرة في استاذ القاهرة عمر عبد الله وهدف الدورة حكيني بقى انتوا رايحين مسافرين المطش ده نكسبه ناخدوا طورة الدورة انتوا كلاعيبة وقتها احنا كلاعيبة ما كانش فيه لعيب الزمالك كان بينافس في السنة دي اه ما احنا خدنا احنا لما كسبنا الاثنون بنت كان اعمل المطشاط باثنين بنت اه لما كسبنا الاثنون بنت يا كابتن عصامة بقى الفارق بنت بس اي واحد خدنا الدورة ببنت بالهدف اللي جابه عمر عبد الله في الطني الطني اللي هو الفلسطيني الكنسية الموسم اللي بعد كده كابتن عبد السطرة علي اصبح اساسي لفريق غزة المحل هيبدأ بقى الدورة اي واحد كانت بطولة الشركات بتبدأ الاول بطولة الجمهورية للشركات ده كانت دورة اولمبية بتتلعب في اسكندرية كل صيف في شهر سبعة وثمانية اللي كانوا بيعتبروها دورة سياحية للسياحة في اسكندرية فاللي حصل ان الكابتن فقط بخيط رحمة الله عليه اتصاب واتقطع وطر اصابة جامدة مشاهرة اه وطر اكتاع الكعب وطر اكيرس اه عادي تعالج سنة ونص ومن بعدها رجع بس مقدرش يرجع اللي بيستوعها كابتن بيشلاوي كان بدخل كلية التربية الرياضية شغل وبتدخل معها التربية الرياضية ايامها في الهرم كان خمسة واربعين يوم زي الجيش ايوة عندك دخل مش طعف تخرج نفيش الفرصة جات للكابتن عبدالسطان هي جات لي وكانوا بيدوروا على الاحتياطش اه عايزة فكرك بواقعة شهيرة في ملعب الترسانة غزل المحلة والطيران واستاد الترسانة وملعب الترسانة فيه جماهير غزل المحلة وانتو بتلعبوا ايه ذا فجأة جماهير المحلة بتشجع الطيران واانتو هقفين بتمصوا لبعض وتستغربوا ازاي؟ یعنى ازاي الجماهير المحلة تشجع الطيران ما بتشجعش فريقها انت بتلعب مع ارض الترسانة ايوة مع فريق الطيران مفيش جمهور اه طيران ملوش جمهور ملوش جمهور الجمهور متواجد Bertroller الجمهور غزل المحلة مثلا حوالي مثلا ثلاث تلاف واحد ده كان العدد الطبيعي اللي كان بييجي وفي مطشات معينة في الأستاذ كان بيزيد العدد عن كده فاللي حصل في نهاية الشهوط الأولاني كده في أخر ربع ساعة كان بدأ يزيع البيانات احنا اليوم ده كان 6 أكتوبر 73 تمام على فكرة المباراة دي وتحديدها وفي القاهرة وفي الوقت دهوت وفي التاريخ دهوت كانت من ضمن الخطة الاستراتيجية للتمويل وانتو في المباراة وسمعتوا خبر عبور القوات المسلحة احنا مكنماش نعرف احنا طلعنا فيه الجمهور بيشجأ هو ايه اللي حصل مننا كان بيحكم المطش ده الكابتن العميد عدل العجميشو برضو ده من ضمن الخطة كابتن عدل العجمي ده كان مدير الإدارة المالية بسلاح الأسلاح والزخيرة اللي انا فيه جندي والسياجي وعماشا والسلاح في جواد طلعنا في ليل طرق السياجي كابتن فيه يا كابتن يدخله بس يلا على قط اللبس يلا ويش عارف إيه هو عارف ما تكلمش وعني عنده فكرة أو حاس إيه الموضوع طاقم كله كان عسكري يعني العميد والعقيد والمقدم وكده المساعد والحكام يعني فأنا عسكري وما كانش عدة شهر ونص عليا في الجيش فأنا مش عارف هاعمل ايه فرجعت تاني أنا على فكرة كتعلقتي بالحكام كلها مرتا بعد كده في مشوار التحكيم هنتكلم عنه يعني كنت أنا بعشق حاجة اسمها تحكيم وحكم الهواية كانت موجودة من زمن الحب والتلاعد وأنا دخلت وأنا لها بأربع سنين يعني وأنا حرس غصن المحل الأساسي أنا كنت حكم درجة ثالثة والأستاذ محمد حبيب عقبني وأقل يعني مفيش حد يقاله قلبين لانتالك قلبه واحد بس هي لعيبك ورزاي تبقى حكم وانت لعيبك ورزاي بس انت حابب والهواية موجود وكان لازم ألعبلي في السنة مثلا أربع خمس سنة واشترا عشان بتتحاسب السنة أقدمية طب بعد ماتش المحلة والطيران والطيران شعوركوا بقى كلعيبة بعد ورد ما خلصت وعرفتوا بعبورك وقت المسلحة نسينا الكورة بأمانة فرحة كانت كبيرة وقتها نسينا الكورة نسينا الكورة وخلاص الدوري توقف بس توقف فترة قليلة ورجع ثاني كملنا الدوري ولما كملنا الدوري احنا نلعب بقى سنة اللي هو موسم 93-74 أفريقيا أيوا كابتن عبدالسطر علي برضو هو حارس مرمى غز المحلة الأساسي في أفريقيا والبطولة دي انت وصلتوا للنهائي وصلنا للنهائي ولعبنا كمان اللي بعدها عشان الدوري كانت وقف في موسم 93-74 البطولة اللي بعدها خاركتوا من قبل النهائي من قبل النهائي من الرنجر النجيري في أقليم بيافرى المنشق وده كان موضوع صعب الحكايات الحلوة في أفريقيا لما كنتوا بتلعبوا بقى والعادات الأفريقية والتقاليد الأفريقية والتخص الأفريقية اللي انتوا الأول مرة تشوفوها والله الحاجات هي أول رحلة كانت السودان أنا من يوميها وأنا بعشق حاجة اسمها السودان وأهل السودان والله يا كابتر أسانا ده كان أول مباراة الهلال السوداني الهلال السوداني كنا كذبانين هنا أربعة سفر أربعة واحد وهناك نزلنا الشطر العنية جبنا جون بقينا أربعة واحد المطش ده أنا كنت مصاب للاعبه كابتن محمد المشلاوش ولعبه هو مصاب برضه كان الأنكل بتاعه بس هو أنا جاي لي دور بارد وعاد مش طبيعي عابل إليت المطش فمدرب حاول أنه هو يلعبني أنا مقدرتش لما روحته كينيا بقى إيه موضوع السحر والعادات اللي أنتوا الأول مرة هتشوفوها في أفريقيا كانت في كينيا يعني خاصة من كينيا لا كينيا كانت صعبة قوي وعنيفة وعنيفة يعني حصل حصل أن باكلفت بيجروا على كابتن خليل رحمة الله اللي عايز إضربه فخليل هيرب منه وطلق بره الملعب ودخل الحكم راح طالد خاب براهم خليل يا كابتن مفيش خلاص حاجات اللي كان محتوى على الخط بره لا اهو ده قابل المطش قابل المطش كده فيه واحد نزل ساحر نابس اللبس الساحرة ده القفارقة اه ومعه شوال فتح الشوال وطلع منه ديك وجره على مرمى من الاتنين اه وراح دخل قاعد في الشبكة اديك دخل قاعد في الشبكة ولا الساحر ده اديك اللي جره وقاعد في الشبكة اديك اديك دخل قاعد ما راح لو الساحر وخدوا خلاص والناس الجمهور بيصوتوا خلاص انتصروا اه وفي الجند ده جه جند اللي قابلوه هي الكين اه فعلا وتعادلنا في الشوط التاني اه وست اللعيب طلوع على المستشفى متكسرين يجبسوا بعد المباره دي اه بعد المباره في المباره محسن نحلي انكسر في المباره وانكسرت قصبت رجله والشازية قاعد في الجبس اكتر من اربع شور يفك ويركب دكتور محسن نحلي اللي بقى قاعد كده عميد كليه التربية الراضية ابو اير اه ده البكريت بتاغز المحل التاريخي يعني دكتور محسن اه كابت اللطفش النوي ضلعين ده الفرق كلها تعوابت انكسرت احنا هنلعب احنا هنرجع من هناك الاربع الاربع من كنيا الاربع بالليل المطش كان الحد احنا هنرجع الاربع طيارة المباشر لمصر يوم الاربع بالليل اه نوصل المطار القاهرة الساعة ستة الصبح صباحا نوصل المحلة الساعة تسعة عشر احداشر نلعب الجمعة مع الاهلي مطش مصيري للنادي الاهلي انه لو كسب يبقى الاول ويكمل اه حقيقة اللي حصل ان السفير مصري في نايروبي بعت خطابات رسمية لمصر انه عربية طبية تستنى فريق المحلة اللي هيوصلوا مطار القاهرة الساعة كذا عشان فيه ستة لعبين مكسورين اه وبالفعل حصل وبعت باركية كمان للخارجية راحت للوزارة الشبر الارضة ودتها لاتحاد الكرة بتأجيل بالطلب بتأجيل مباراة الاهلي الاهلي لان الفريق هيوصل الخميس فمشي دلعب الجمعة للظروف خاصة انه بيمثل مصر وفيه اصابات نصف الفرقة مش هتقدر تلعب يعني حتى لو اربعة و عشرين ساعة بس يريستريحوا طبعا الدوري كان مقفول وطرفض الطلب والعبنا مطش الاهلي هنا كسب واحد سفر مرحوم احمد ماهر كان كورنر وكورا جات في روبوته ودخل الجون طب نهاية افريقا كابتن عبدالسطار كان امام كارا الكنغولي كارا كونغولي خسرت انتو المباراة دي احنا لعبنا هناك المطش الاول كان الغاز المحلة يعني قريب اوي احنا لعبنا المطش الاولان قريب هناك والنتيجة طلعت اربعة اثنين طب لما جيتو هنا كابتن عبدالسطار المطش التاني هنا في استاد غاز المحلة في المعلب اللي احنا عادين فيه دلوقتي اه اه المباراة انتهت اثنين واحد اثنين واحد اه اه لصالح الكورن احنا في اول ربع ساعة مضيعين اه اربحتاشر هدف اه لما خامس كور تيجي في العرضة والقائم والقائمين وانفراضات وتطلع برا حسيتو اليوم مش بتاعكم خلاص اه اه اتقفلنا كلنا والكلام ده مش بتاعنا ده كلام الصحافة الرياضية والتعليق الرئيسي للاتحاد الافريكي ايوه مرد بفهمي كان موجود في الملعب وكان معاه كابتن مصطفى فهمي كان لسه شاب اه وانتهى موضوع بقى افريكيا وصلت لانهية كاس مصر خمسة وسبعين اه كان أمام الزمالك اه ايوه اللي حصل بقى وقتها اللي حصل انه في الديقة ثمانية وتلاتين حبيبي واخويه الفادل واخويه الكبير الكابتن حسن شحاته واقف كانت هاجمة للزمالك فوقف مسك الايم عبس الطار حطلت شوات مية من الإزازة بتاعتك الله يخليه حاضر أبو عالشي تبق إزازة شيريب وتدمه يا عم ينهي الماضش بقى يا عم هنموت درجة حرارة أربعين كنا في اتنين ستة خمسة وسبعين الصيف قوي يعني أربعين والماضش ساعة ثلاثة اللي ربح فإحنا كل هدف المحلة بدأ يشتخن مين بقى عبد الرحيم خليله عمر عبد الله عشان ينزلوا الإكسرة طيب فالناس لما شافوا عمر عبد الله و عبد الرحيم خليل رحمة الله اللي بي سخانوا اللي اتنين الصواريخ اللي بيرعبوه الدنيا بازت وبدأ بقى فيه يعني قلق وفيه شدية وفيه فحصل في النفس اللعبة والكابتن حصل شحة واسك القايم جت هجمة تانية للزمالك وطلعت قوت بره ركلت مرمى كحاكم بقى تكلم كحاكم بقى جبت الكورة بحطها على الستة ياردة بسرعة رح داخل السيد عبد الجواد رح مطلع ليه وشاته الكورة فاروق جعفر بره الكوس بتاع التمنتاشر الكوس بتاع التمنتاشر ده أربعة ياردة والتمنتاشر تمنتاشر ياردة يعني اتنين وعشرين ياردة فاروق جعفر بيعيد كمان اتنين ثلاثة ياردة يعني خمسة وعشرين ياردة جات الكورة فقفة فاروق جعفر وهو راجع على ملعبه جات لحسن شحة اللي وقف معي في ستة ياردة حطها في الجول تسلل بحوالي خمسة وعشرين ياردة جميع الصحافة الرضية في مصر الزمالك بطل الدوري بهدف تسلل خمسة وعشرين متر بطل الكاس بطل الكاس بهدف تسلل لحسن شحة بمسافة خمسة وعشرين متر العمود الرئيسي بتاع الصحافة الرضية كلها سطرين أخبار أهرام جمهورية مصر بالأسف وده كان وضع عليكو الكاس كابتن عبدالسلطار علي كان حابب التحكيم وهو لاعب لدرجة كان زمالك اللعبة بيختبروك في التحكيم وفي قوانين التحكيم وأنت لاعب إيه حكايتك بقى مع التحكيم ما شاء الله يعني مشوار طول في التحكيم وكمان ثمان سنين شارة دولية أنا بطلت ثمانين واحدة ثمانين كورة أنا دخلت حاكم سبعة وسبعين بقابل وأنت لاعب وأنا لاعب وحصلت لي مشاكل مع السيد محمد الحبيب كرئيس نادي إزاي لأن إحنا كنا لعيبة محترفين من غير ما نعرف أن إحنا محترفين أهم ماتش بقى لكابتن عبدالسلطار هو حكم لا ماتشات كتيرة مباراة أنت متنسهاش في ماتشات كتيرة لكن في ماتشة كابتن أسامة أنا مقدرش أنساها مباراة إيه؟ لما يبقى في فرقة والمسؤول بتاعها أو النادي صاحب النادي أو رئيس النادي والمسؤول على النادي عدو مجلس دارت حد الكورة نادي المعدن وكان مدربه المحترم أخي العزيز كابتن ربيع ياسين والفرقة الثانية الشمس أنا كنت اتعينت في ثلاث مباريات لنادي المعدن وقبل الماتش بيوم أتشال أول ماتش بلغوني كان الأسبوع الثاني في الدورة أو الثالث وبعد كده بعديها بأربعة عشر ساعة كلموني للجنة معلش ما تروحش الماتش داع بستر بعدها بأسبوعين اتعينت للمعدن ماتش تاني وتشلت قبلها تاني برد وتشلت قبلها تاني في الماتش الثالث اتشلت فهو بيكلمني المسؤول بتاع اللجنة من غير أسماء بقى قال لي كذا 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 عندك ماتش؟ طب هتشل امتى؟ ده رئيس اللجنة بقى لان انا قلت للسكرتير لو عينتوني للمعدن انا مش رايح ليه؟ قالك لا فهتكلمني رئيس اللجنة رحمة الله عليك يا عب ستار انت هتروح بعد بكرة ماتش ده كمين رئيس اللجنة تاه كان رحمة الله عليك كابتن مصفة البطران طب هتشل منه امتى يا كابتن؟ قال لي بتقول ليه؟ هتشل امتى يا كابتن؟ قال لي فيش الكلام ده بالليل كانوا بيشيلوني جيل ماتش بقى نهائي اللي هيطلع دوره ممتاز المعادن المعادن والشمس في ملعب اسكو المعادن يتعدل يطلع دوره ممتاز الشمس يكسب يطلع دوره ممتاز مباراة صعبة ومصيرية كمان الفريتين طبعاً كابتن عبدالسطار علي بعد المشوار الطويل وحضاك حارس مرمى كبير وايضاً في التحكيم من النهاردة للكابتن عبدالسطار عايز يقول له شكراً وكان صاحب فضل على كابتن عبدالسطار علي طبعاً اقول له شكراً كابتن المرحوم عزة الملكي ابو النشئين في غزة المحلة مفيش نجم من غزة المحلة من موليد المحلة طلع قلب عن طريق كابتن عزة الملكي شكراً للوالد العزيز أستاذ محمد حبيب رحمة الله عليه على انه ربانا على نظافة اليد على الأخلاق الطيبة على ان نحنا نقابل السيئة بحسنة على ان القوي مش بصوته ولا بصحته القوي بأخلاقه ودي اتربط فينا كلنا بطريقة لا إرادية بقول شكراً للمرحوم اللي هو علي أنديل الحكم الدولي العظيم ورئيس لجنة الحكام العظيم انه أنا لاعب وجاب يدي محاضرات لفريق غزة المحلة في بداية كل موسم ودي اللي انتهت اللي أنا حاولته وأنا في اللجنة أرجحها أنا وكبت محمد حسام رحمة الله عليه ورجعناها وكات لها فضل كبير قوي 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 نقرب اللعيب للحكم ومدى شقاوت الحكم والبهدلة اللي بيشوفها في حياته التحكمية علشان ينجح بطولة فدية لازم الشكر اللي هو علي أنديل والشكر طبعاً لعيلتي وأولادي وأبوي وأمي رحمة الله عليهم اللي كانوا بيشجعوني إلى أقصى درجة بالنسبة لنجاحي في مشواري في كورة القدم وإحنا جنالك النهاردة كابتن عبدالسطار جنالك هنا في أستاذ غزة المحلة الأستاذ اللي شاهد على إنجازات الجيل العظيم لنادي غزة المحلة علشان نقول لك شكراً شكراً على مشوار رائع ومسيرة طيبة وحضرتك لاعب وأيضاً في مجال التحكيم جنالك علشان نرد لك جزء ولو بسيط من الجميل ربنا أخليك ابن أسامة ومش كتير على النادي الأهلي ولا على النادي الأهلي اللي حياتنا مرتبطة بيهم ولو هتكلم على صدقاتي في النادي الأهلي عايزة خمس حلقات دايماً علاقات الغزل المحلة إلا يومنا هذا هتفضل دايماً علاقات طيبة تسمحنا بقى أن احنا لهديك درع برنامج رد الجميل ربنا يكرمك اشتركوا في القناة موسيقى 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 سواء حارس مرمى أو كمان في مجال التحكين ربنا يخليك يا سامي متحريبش منكم ولا من قرامكم وأسعدتونا ورجعتوا الروح لينا تانية ربنا يخليك يا ربنا يخليك شكرا 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 ألف شكر ألف شكر تبدلنا برضو على الكورة دي يا كابتين دا لي يا شرف فرحتونا كتير مهما عملنا قليل وهو جيليوم اللي فيه لكون رد الجميل ترجمة نانسي قنقر